ما زلنا نتابع ونرصد تداعيات العملية العسكرية التي قامت وقام بها الجيش الروسي صباح اليوم في دونباس شرق أوكرانيا ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي صباح الخير يا سيد جمال صباح الخير يا فنزم على حضراتكم وصباح الخير على كل استاذ مشاهدي سيد جمال ربما يتساءل البعض الآن عن المكاسب التي يريدها بوتين من هذه العملية العسكرية في دونباس شرق أوكرانيا يمكن المكاسب الروسية بتتلخط في المسكبة الجيشياتي بوتين الآن يبحث عن تعزيز الوضعية الجيشياتية التي أقرها عقب توقيع الاعتراف بالدولتين في شرق أوكرانيا وبالتالي يريد أن يعزز وضعه عكريا ويضمن أن الناتو الآن يخشى من فكرة انضمام أوكرانيا إليه لأن الأمور سوف تتصعب الآن بوتين امتلك ورقة حقيقية أمام الناتو وأصبحت الآن المعادلة في غاية الصعوبة ولكن هذا يدفع ثمنه في الحقيقة المواطن الأوكراني وزعزعت الاستقرار في المنطقة الخاصة بشركة أوروبا بشكل خاص وفي العالم بشكل عام بالحقيقة هي نتاج صراع نفوز داودي وللأسف أوكرانيا أيضا والمنظومة أو الإدارة السياسية في أوكرانيا مسؤولة عن جزء من هذا الأمر لأنها لم تتبع توازنات سياسية تخدم الصالح الأوكراني ربما أيضا الانحياز إلى الجانب الغربي بشكل مفرد أدى إلى هذا الأمر المخاوف الروسية من فكرة جول يعني أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى الناتو المخاوف يعني يراها لبعض مشروعة وهي ما دفعت بوتين في الحقيقة إلى أن يمتلك أوراق على الأرض نعم الملاد المتحدة الأمريكية والجانب الأوروبي كانوا يعني يحاولون جافع أوكرانيا لأن تكون ورقة ضغط على بوتين ولكن بوتين الآن يحاول الطاولة أو يقلب الطاولة على العكس عكس المشهد تحديدا بالضبط هو الآن من يمتلك ورقة الضغط الأوكرانية على الجانب الأوروبي والأمريكي ولكن كل هذه الوضعية هنا حتى المواطن المصري يسأل والمواطن العربي والمواطن الأفريقي ما يشغلنا في كل هذا الأمر تدعات الاقتصادية بالضبط نحن في عولمة اقتصادية وفي هذه العولمة الاقتصادية حلقات الاقتصاد متصلة ببعضها البعض وما يحدث في أوكرانيا وهذا العراق السياسي وأيضا الاقتصادي سوف يؤثر بالتبعية على العالم كله وأنا أعتقد حتى من الرقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الجانب الروسي هي سوف تضر بالتبعية الاقتصاد الأمريكي وهذا حدث بالمناسبة في الحرب الاقتصادية الأمريكية الصينية إذن فترة ترامب عشان كده حتى لجأوا إلى فكرة المفاوضات في آخر فترة ترامب الرئاسية وبالتالي أنا أعتقد أن الأمر كان يستدعي وجود ضمانات حقية من الجانب الأوروبي وتوازنات سياسية من كيف تضمن استقرارها وأيضا هدوء روسي ولكن الجميع الآن يبرر أن العطبية الروسية أو الانفاع الروسي مبني على مخاوف لها علاقة بأبعاد الأمن القومي أعتقد أن الأوضاع التي حدثت في الشرق الأوسط التجربة في سوريا في اليمن في الدول العربية هي ما جعلت روسيا تزداد مخاوفها لأنها أدركت أن الأمور تجري بشكل سريع جدا والمكاسب على الأرض والخطار على الأرض تكون صعبة للغاية ترجمة نانسي قنقر